بس أنا هقول حاجة ومش باعتبر ده أنه رد الغيبة بقدر ما هو شهادة حقيقة غير أن احنا كلمنا وجز قبل كده بالفعل ورد علينا ومكان موجود على التليفون لكن أنا من حوالي شهر أو يزيد شفت فيديو كان متداول بقوة زي ما الناس بتحب تسميه كان ترند لوجز فيه انترفيو على ما يبدو حاجة من الحاجات اللي بتتعامل على انستجرام حاجة من على البلاتفورمز على ما يبدو أنا مش عارف عشان مفتيش بس فكان بيتكلم على وده اللي عجبني بصراحة في الراجل ده أو في هذا الشاب بيها بيتكلم على بداياته هو كان بيعيش إزاي وهو فكرة الرضا بمسألة الفلوس الكتير أو القليلة أنا فاكر حتى هو استخدم مصطلح قال أنا تمام من زمان يعني أنا على طول تمام ومش فارق معايا أي جنيه زيادة هيزيد لأن أنا من بدري تمام أنا من الآخر الملخص بتاع كلام ويجز في هذا الانترفيو أنه هو ما بتفرقش معاه مسألة حجم الفلوس اللي دخلها كتير ولا قليلة لأنه هو معود نفسه على التعامل بالمتاح عجبني قوي عجبني قوي قوي وعجبني قوي فكرة الرضا طول الوقت وعجبني قوي فكرة أنه كان حتى أتكلم قال كنت زمان ما يبقاش فيه معايا في إيدي في اليوم غير هم خمسين جنيه فأنا بتعامل بيوم دلوقتي أيا كان الفلوس الموجودة فأنا هتعامل يعني مش فارق معايا الفلوس الزيادة وحتى قال أنت فاهمني أنت فاهم ويمكن ده جزء من المصطلحات اللي بيستخدموها الشبان دلوقتي يعني جيل ولادي ووجزة وما نفس الجيل يعني فعجبني فمش موجود في مخيلتي بصراحة وهذا تاني ليس دفاعا عن وجزة بس مش موجود في مخيلتي أنه هذا الشاب حطت منخيره في السماء مش موجود مش حاسس بده سيبك بقى أنا بحب النوع ده من الموسيقى ما بحبش من النوع ده من الموسيقى عجبني أغنية كده اللي بتاعنا مش عارف يعيني ويعيني عجبني الفلسفة بتاعتها جدا بصراحة شديدة الموسيقى نفسها مش بتاعتي ما نبضه 48 سنة يعني لكن مش دي القصة الموسيقى اللي تعرف الحدود في العمر اللي هرجعك عليه لا أظن أن وجز عنده صلف أو غرور أو رحطة منخيره ما أظنش خالص وهنا أنا معرفش وجزة هيشوف ده ولا هو الجيل ده ما بيشوفهش التلفزيون وبيشوفوا الحاجات البلاتفورمز والسوشيل ميديا وكده بس على كل كلم أستاذ مصطفى كامل يا وجز مش تخسر حاجة يعني كلم أستاذ مصطفى كامل تفاهم معاه هتجد رجل لطيف جدا متفاهم جدا هو جزء من مشهد موسيقي زي ما هو شرح قوبل بكم هجوم خد بالك جيل مصطفى كامل وحفظ القبق أجيل مصطفى كامل وعمري دياب ومحمد فؤاد وإيهاب توفيق وشام عبس ومصطفى أمر وحميد الشاعري ده جيل قوبل بهجوم شرس شراسة وتقال لك دول اللي أفسدوا الأغنية ويفسدون الأجيال ويدمرون الشاعر الغنائي بيعملوا عمال بتقال عليهم كعمال صعبة أو أصعب من اللي بتقال عليكم فسق إنه راجل متفاهم طيب